الكتل السياسية المستفيدة من الوضع القائم يواصل العمل بعد بكل الوسائل لمنع تغيير ينتزع منها حصاصها في غديمة السلطة ويفتح الباب للإصلاحات لأحد يضمن عدم تطورها باتجاه محاسبة كبار الفاسدين الذين ليسوا سوى كبار قادة ورموز لتلك الكتل ذاتها ارتهنت التشكيلة الوزارية الجديدة بتفاهمات أبرمتها الكتل السياسية قبل الدخول إلى مجلس النواب الخلافات الحادة كانت سيدة الموقف والتي أدت إلى مقاطعة أربع من الكتل السياسية لاجتماع الرئاسات الأخير والمتمثلة بكتل الدعوة والأحرار والتحالف الكردستاني والوطنية في محاولة منها لإجهاض توقيع وثيقة المشروع الوطني للإصلاح وهي نسخة معدلة من مبادرة الحكيم تقدم بها رئيس البرلمان سليم الجبوري وتكمن معضلة الإصلاح في العراق في أن السياسيين الذين قادوا البلد منذ عام 2003 بتجربة توصف بالكارثية وأفضت بالبلد إلى حافة الإنهيار هم من يريدون تصدر عملية الإصلاح وقيادتها ويستخدمون سلطتهم في ذلك بينما يطالب الشارع بأن يكون انتزاع السلطة من أيديهم ومحاسبتهم في قضايا فساد كبيرة أول بنود الإصلاح أكثر من مئة نائب وقعوا على طلب تغيير الرئاسات الثلاثة لفشلها في تلبية مطالب الشعب وإدخال البلاد في دوامة الأزمات طيلة الفترة الماضية رافضين وثيقة الإصلاح التي وقعت عليها الرئاسات وزعماء الأحزاب كتلة الأحرار النيابية أكدت أن الحكومة الجديدة التي تسعى إليها الكتل السياسية ستكون دولابا لإنتاج الفساد والمحاصصة الحزبية رافضة أي كابينة وزارية حزبية يقدمها لعباد إلى مجلس النواب ممثل الأقليات علقوا حضورهم لجلسات البرلمان احتجاجا على عدم اعتماد مرشحيهم ضمن التغيير الجديد للكابينة الوزارية وتفضيل مصالحها الحزبية الضيقة على حقوق الأقليات والمكونات سياسيون أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كبير بقاء رئيس الحكومة حيدر العبادي وهي صاحبة فكرة التغيير الوزاري وستستكمل إجراءاته رغما عن الجميع بعد تقريب وجهات نظر الكتل السياسية مع العبادي التعديل الحكومي الجديد يشكل عودة إلى نقطة الصفر والذي كان يراد منه بداية تنفيذ جملة أعمق من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الدولة من الانهيار والقضاء على المحاصصة الطائفية ترجمة نانسي قنقر